دكتور والآن نبدأ إن شاء الله مع الأستاذ المساعدة الدكتور إبراهيم طلعة إبراهيم الأستاذ الترجمة الفورية في الجامعة العراقية كلية الأداب قسم الترجمة أمين مجلس كلية الأداب الجامعة العراقية من 2018 إلى الحد الآن رئيس قسم الترجمة ومقرر قسم الترجمة ورئيس للجنة اعتمادية المجلات العلمية في كلية الأداب الجامعة العراقية عضو هيئة تحرير مجلة مداد الأداب العلمية المحكمة في الجامعة العراقية في الأداب عضو جمعية المترجمين العراقيين مترجم دولي معتمد من مؤسسة ترجمان العرب عضو اللجنة الوزرية العليا لتحديث مناهج أقصى بالترجمة في العراق باكالوريس ترجمة تحريرية وشفوية من الجامعة المستنصرية كولية الأداب ماجستير ترجمة تحريرية وشفوية من الجامعة المستنصرية كولية الأداب ماجستير في طرائق ومناهج التدريب من البورد الألماني وطالب دكتوراه في داستة الترجمة الجامعة المستنصرية دكتوراه فخرية في مجال الترجمة عام 2019 ونشر أكثر من ثلاثين بحث علمي محكم في مجال الترجمة واللغة والأدب وطرائق التدريس في مجلات عراقية وعربية وعالمية وأيضا له أكثر من خمس مؤلفات في مجال اللغة والأدب والترجمة سوف يقدم اليوم The Rule of Translation in Transfering Quranic Ethical Teachings of Women into English تفضل دكتور أستاذنا الكريم في تقدمة اليوم إن شاء الله نحن الآن معك إعطاء الميكروفون لحضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الجمع العظيم طبعا في بادئ الأمر أحب أن أحيي وأشكر أخي وصديقي وحبيبي الأستاذ الدكتور محمد الويشي وأشكر الدكتورة الغالية التي قدمتني الدكتورة عفاف وجميع المحاضرين الزملاء العزاء وجميع الحضور كون حسب مقامه أحب أوضح في هذه النقطة الدكتورة عفاف تذكرتي أنا رئيس قسم الترجمة وكارة من العام 2015 لحد عام 2019 الآن أمي مجسكولية الآداب نعم من 2018 لحد الآن وأستاذ الترجمة الفورية وكل هذه النقاط الدكتورة طبعا القرآن الكريم من أعظم الكتب على وجه الأرض الذي كرم المرأة وقدسها وأنا تخصصي في الماجستير ترجمة معاني القرآن الكريم وتتعلق في دراسات المرأة وأخذت على عاتقي دراسة المرأة في ثلاثة ديانات سماوية الدين اليهودي والدين المسيحي والدين الإسلامي أضف إلى ذلك قمت بإجراء دراسة نوعية حول تقويم ترجمات كلمات وأخلاقيات المرأة في القرآن الكريم وأخذت اليوم موضوع مهم جدا أخذت كلمة أضربوهن لما فيها من بعض النقاط المثيرة قد يساء فهمها اليوم والآن سوف أتكلم معكم إن شاء الله باللغة الإنجليزية وأقدم لكم الشرح المبسط باللغة العربية سوف أقوم بعملية مشاركة الشاشة الشاشة باضحة دكتور عفاف دكتور محمد نعم نوضح نعم تفضل طبعا نعم تفضل 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 و في نفس المستخدم نعم تفضل قدنا 10 ترجمات للقرآن الكريم وأكثر من 46 آية قرآنية تتعلق بإخلاقيات المرأة ووجدنا أن المترجمين الذين قدموا اختيارهم من ديانات مختلفة فبعض منهم من الديانة الإسلامية الذين يؤمنون بالحرية والليبرالية وبعض منهم من الديانة المسيحية وبعض منهم من الديانة اليهودية وبعض منهم يهودي وقد أسلم وآخر مسيحي وقد أسلم تلاحظون الآن هناك بعض الأمور التي يجب أن نعول عليه الآن لكن النقطة الرئيسة التي يجب أن نعول عليه الآن هل هناك أهمية عندما يتعلق الترجمة والثقافة the answer is yes طبعا there is an importance now because cultural differences play a far major role in shaping the translated version and this will have real impact on the reception I mean the receivers of the translated versions of the glorious Quran when it comes to the Quranic moral and ethical teachings with regard to men طبعا الاختلافات الثقافية تلعب دور جوهري في تقديم الترجمة للمتلقي في لغة الهدف عندما في سبيل المثال أنا أتكلم اليوم أنا رجل مسلم وهناك رجل مسيحي عندما تكلم على كلمة إده في القرآن الكريم كلمة إده هل هناك عفوا كلمة إده لدى الدين المسيحي للدين اليهودي هذا السؤال there is no equivalence there is no representation of such concept in Jewish Christian culture لا تشت هكذا تكافؤ لغوي لهذه الكلمة القرآنية في الثقافة المسيحية اليهودي إذن كيف أن نعالج هذا الموضوع there is a big gap now المعالج تكون كما أسلف صديقي وحبيبي الدكتور الويشي باستخدام الترجمة الصوتية الترانسلتريشن وأضف إلى ذلك تضاف فوتنوة ترانسلتريشن كلمة فوتنوة معناها الترجمة الذيلية أو التي تقدم في نهاية الصفحة إذن لا بد هناك complete translation strategy ستراتيجية الترجمة المزدوجة مزاوج مع بين الترجمة الصوتية أو النقحرة مع الفوتنوة ترانسلتريشن الفوتنوة ترانسلتريشن هي كلمة تعريفية لكلمة عدة وهي عبارة عن الفترة الزمنية التي تبقى فيها الزوجة عاكفة في منزلها بعد وفاة زوجها في سبيل المثال أو الطلاق مثلا فبهذا يفهم المتلقي الغربي الذي ليس له أي ثقافة إسلامية معنى هذه الكلمة عندما يطلع على قراءات القرآن الكريم ويفهم فحوها في سبيل المثال النقطة مهمة جدا فهذا اختلاف ثقافي لأن كلمة عدة as I said has no equivalent in the western culture therefore the translator is forced to make use of more than one single strategy نأتي إلى نقطة مهمة جدا هل المرأة ذات أهمية كبيرة للقرآن الكريم ما الدليل على ذلك توجد الكثير من الآيات القرآنية تذكر فيها المرأة توجد الكثير من القضايا المهمة جدا والله سبحانه وتعالى في محكم القرآن العظيم mentions women more than anything else and there is a surah called النساء which means women in english as my colleague Dr. Alwishi said and سوات النساء explains everything about women on the top of that Almighty Allah the God of Universe mentions women and women's ethical teachings in most of the Quranic surahs ويذكر الله عز وجل في محكم كتاب العظيم المرأة وأخلاقياتها وتعاليمها في أغلب السورة القرآنية ويعطي حقوق وبين كل شيء تعلقها حتى كلمة حيظ حتى الحيظ ذكر في القرآن الكريم وعندما نتكلم عن الحيظ اليوم نقارن موضوع الحيظ في إنجيل وفي التلموت تذكر هذه القضية عندما تكون المرأة في موضوع الحيظ أو هي حائظ فهي تعتبر امرأة غير نظيفة لا أريد أن أقول غير كلمة أخرى فلا تستطيع أن تلمس الرجل ويجب أن تعزل بالقرآن الكريم كرمها وقد كلفها بقيام كل أمور الحياة ما عدا الصلاة أثناء الحيظ في سبيل المثال ويجب أن تترجم هذه القضية في القرآن الكريم اللغة الإنجليزية على النحو المطلوب الحيظ يعني ما؟ منسطرزن منسطرزن معناها الكلمة الإلمية لكلمة حيظ فعلى المترجم اليوم أن يركز ويقرأ التفسير القرآني قبيل الشروع بعمائة الترجمة This means what? The translator assigned to render the Quranic ayahs from Arabic into English or any other language must count on must count on what? Must count on التفسير القرآنية لأن التفسير القرآن يبين ما هو غير واضح وغير جلي في الكلمة المعنية في سبيل المثال والآن نتكلم على الجانب العملي فأنا تعمت أخطر كلمة الآية القرآنية من صوت النساء آية 34 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمنا الرحمن الرحيم واضربوهن فأن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل إن الله كان علي كبير صدق الله العظيم لكل إنسان حقوق وواجبات وقد يخطأ الإنسان وقد يحاسب الإنسان لكن كلمة اضربوهن هنا تبين مدى اختلافات الثقافة في الترجمات العشر التي اخترتكم اليوم ونبين كيف نترجم كلمة اضربوهن في الواقع كلمة اضربوهن تعني باللغة الإنجليزية الترجمة الحرفية بيت بيت تعني يضرب هذا هو المقابل اللغوي الاسمنات هل اضربوهن هل تعني كلمة اضربوهن في القرآن الكريم كلمة او فعل يضرب بيت باللغة الإنجليزية حرفيا الإجابة كلا وليس لا كلا نفيا قاطعا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وانخلال التفسيرات تبين بأنه كلمة وحاولوا أن تتكلم معهن أو حاولوا أن تكمشوا أو تنزلوا مجموعة من الأخصان الأوراق أو المجموعة مثلا لفت حشيشة نسميها باللغة العربية وعلى كتف المرأة هذا ليس ضرب إطلاقا بل هذا كلام خفيف ومعصف فيه حال إذا أخطأت المرأة وكرر إن كيس وين أومن ميكس مستيك أو قصرت في حق زوجها قصورا كبيرا فعلى الزوج أن يعاملها بطريقة ودية في المحاسبة وليس طريقة قاسية أجلب الصوت وأضربها أو أحاول أن أؤذيها أو أحاول أن أشنقها أو ما شاكت من الأمور التعذيبية هذا أمر غير مقبول وهذا عاري عن الصحة عن صحة التعبير في ذلك يحاول الله عز وجل أن يبين ومن خلال التفسيرات القرآنية there must be something clear you have to bring a group of let's say grass and put it on the back of women عليك أن تجرب مجموعة من الحشائش وتضع على كتفها أو تحاول أن تضربها ضربا خفيفا بيدك على ظهرها أو ما شاكت كأنما تبين بأن الرجل غير راضي على أداء المرأة أنا غير راضي على زوجتي فلا أضرب أضع يدي على كتفها أقول يا زوجتي أنت قصرت اليوم بهذه الطريقة ليس الضرب المبرح فإذا يكسب علينا أن نبين هذا الخلل أو السوء الفهم الذي قد يفهمه القارئ الأجنبي عندما يقرأ ترجمات القرآن الكريم وأبين لكم الآن هذه الترجمات القرآنية نبدأ بعبد الله ويقول عبد الله إذن هت يعني يضرب علي يوسف يقول بيت ذيام أضرب علي أيضا يقول بيت ذيام هذا مترجم هذا مترجم يهودي عراقي وهذا مترجم يهودي عراقي اعتنق الإسلام يقول فخري يقول هلالي أنخان معجب بترجمته كثيرا يقول تلاحظون هناك ترجمة تفسيريا عن خفيفا إذا كان هذا ضروريا أو مفيدا هل تلاحظون الآن تلعب ترجمة دور رئيسي وحقيقي في تصوير المرأة إلى الغرب الترجمات التي قرأت قبل قليل توجد ترجمة حرفية خاطئة وهلالي أنخان وكرر أن بيت ذيام لايتلي إف يوسف يعني يضربونا ضربا خفيفا إذا كان ضروريا أو مفيدا بيكسول هذا المسيح الذي اعتنق الإسلام يقول يعني اضربوهن بالصوت صوت يعني صوت ردويل سكره تلاحظون الآن سيل تحسين أضربوهن وشاكر يقول بيهم and I think you've noticed the big difference between هلالي أنخان and the rest of translated versions concerning the word ضربوهن and the glorious Quran in English this means what we have to resort to Quranic exceses we have to understand the concept of the ayah and we must dig in depth of the glorious Quran is before cutting out the process of translation هذا يعني علينا أن نقوم بعملية تفحص الآية القرآنية فهم الآية القرآنية فهم الصورة بالكامل فهم ما ذأتي قبل أو وبعد كلمة المطلوبة الإضافة علينا علينا أن نفهم التفسير القرآنية نراجع أكثر من تفسير علينا أن نعرف الكلمة هل هذه مناسبة للسياق أم لا لأن كلمة hit أو beat أو scourge كل هذه الكلمات غير مناسبة لكلمة اضربوهن لأنها تعني شيء آخر والذي قد نشر ومثل الصورة الحقيقة التي قد اضربوهن في القرآن الذي قد شرحناه لتونا ونتقلم اليوم على نزمة النجاح وفشل كل المترجمين طبعا هذه رسالة المعجستير الخاصة بي لكن أنا قدمت آية واحدة نحاول أن نستعرض نزمة النجاح طبعا the rate of translation and failure are presented now إلا لأن خان مسلمان نوصلت نزمة النجاح إلى 72% علي وصل إلى 63% سياد 52% عندك عبد 40% بيكسل 40% فشل شاكر 40% داود 38% رواد 38% وفخري 36% إذن من نجاح نجاح بارهرا هما هلالي وخان نستنتج بما قدمناه the conclusion is that it's been proved that the ethical teachings with regard to men in Judaism and Christianity are partially or completely different from the ethical teachings of women in Islam as elucidated in the theoretical part of the thesis this has led to the verification of the first hypothesis هذا يعني إن اختلافات الثقافة والتعاليم الديني المتعلقة بالمرأة في اليهودية والمسيحية تختلف بشكل أو بآخر عن التعاليم الديني المتعلقة بالمرأة في الإسلام إذن طبعاً طبعاً هناك عدم مكافئ قد لا يكون هناك مكافئ لكل كلمة أو تعليم ديني إسلامي يتعلق بالمرأة في القرآن الكريم باللغة الأخرى أو اللغة الإنجليزية هل هناك فشل طبعاً هناك فشل إن لم يكن هناك حلاً سريعاً الحل السريع باستخدام النقحرة الترجمة الصوتية الترجمة الذيلية الترجمة الشرحية الترجمة التفسيرية كما فعلها هلالي أنخان ببهذا الطريقة تستطيع أن تصل إلى بر الأمان طبعاً the inexperienced translators face much more difficulty in comparison with the experience why because the inexperienced translators have no idea about the right use of the good dictionary and they don't have good command of language and culture المترجم الخبير that أهمية أكثر من مترجم عديم الخبر أو مترجم عديم الخبر أو مترجم مبتدئ قد يواجه صورة في التعامل مع هكذا النصوص لماذا لأنه لا يعرف كيف يستخدام القاموس المناسب والتفسير المناسب في التعامل مع الآية المناسبة عندما يكلف بترجمة آية قرآنية أو سورة أو ما شاكر داري the intention of some quranic interpreters allowed to choose inappropriate equivalent for example translation of a term أنفسكم into the species instead of yourselves إذن هناك أحيانا خطأ يقع يرتكبه المترجم عندما لا يفهم المعنى الخاص بالكلمة المعنى الخاص بالكلمة قد يساء لذلك أكرر يجب أن يعتمد على السياق هذه مهمة جدا أهم استراتيجية التي تستخدم في توضيح الترجمة والوصول إلى بر الأمان هي استراتيجية التفسيرية استراتيجية الفوتنوت والترجمة الزيلية والترجمة الصوتية التي تكون مندمجة مع الترجمة الزيلية شكرا جزيلا لكم على الأصغاء وأتمنى لكم الموفقية في هذا اليوم العظيم وأنا أقدس المرأة وأحب المرأة لأن المرأة أمي وأختي وزوجتي وأستاذتي التي علمتني في المدرسة وكل شخص محترم ويسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يوفق المرأة في كل أنحاء العالم ويوفقنا جميعا وشكرا جزيلا لكم مرة أخرى شكرا جزيلا دكتور إبراهيم طلعت على هذه المشاركة قيمة جدا بكل ما تأكد معنا تحياتي العميقة لحضرتك معكم المحدثتكم دكتور عفاب جبريل دكتوراء إدارة تربوية ماجستير من أجل من أجل من أجل